وخلينا نروح بقى لحراس المرمى احنا عندنا ثلاثة حراس مرمى من أشناوي أبو جبل وصبحي والثلاثة شفناهم على ثلاث مباريات يعني دي عمرها ما بتحصل مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق كابتن أحمد ناجي مساء الخير يا كابتن ده خير يا مده مشافكي أنا بقى الصوته ومش بيسمعه خالص يعني بيقطع خالص ياريت لو بيقصره تأجي لا احنا اه الصوت بيقطع الصوت بيقطع احنا سمعيناك كويس انت سمعنا دلوقتي سمعك كويس طيب تمام كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق قلنا رأيك ايه بقى في ولادك الحراس المشارفين دول طبعا الاول مبروك لمصر مبروك للجهاز الفني واللعابين والجهاز الإداري كل عناصر المتخب فرحونا وفرحوا مصر ووصلوا لنهائي صعب قوي 120 ديئة المصر اللي فات 22 ديئة المصر اللي قابل حاجة يعني بطولة وفدائية ورجولة كل حاجة حلوة عملوه حقيقي ومصر النهاردة كان عصبي جدا في البداية والمداري بتعامل بشكل جيد جزا مع الاربع أشواط الحمد لله يعني النتيجة كانت زي ما احنا شفنا الحمد لله طيب يعني أنا عايزة أسألك بالذات على أبو جبل النهاردة يعني في بداية المباراة أبو جبل النهاردة يعني أثبت للعالم العربي وأفريقيا إن مصر فيها حرات مرمى كبار جدا 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 مفيش قلق لما يضيب حاجة الثاني موجود والثالث موجود وعشر حرات موجودة مرد أبو جبل طبعا قراراته في ضربات الجزاء هدوء وثبات انفعالي مش طبيعي يعني الراجل كان مثل يوم زاكر مع الحضري طبعا الحضري أساسا مميز جدا في ضربات الجزاء عمل معنا بطولات كتير وكنا نتطمشه جدا في ضربات الجزاء نقر خبراته طبعا لأبو جبل أنا فرحان جدا مش عارف يقول عليه وهم كلهم يا بو جبل في حتة تانية والحضر في حتة تانية ومصر كلها النهاردة في حتة تانية الحمد لله أكيد فيه أي بيت شعر من الشعر بتاعك ينفع دلوقتي أصل الحكاية وطن غالي وعزيز على الكل يفوت عليه الثمن يطرح في أرض الفل يتحبث كل المحن من غير هوان ولا ذل أصل الحكاية وطن غالي وعزيز على الكل الله 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 هو أصل الحكاية وطن وطن زي الفل يعني كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وشكراً جزيلاً